موسيقى جمعة مباركة عليكم يا عراقين بكل مكان وعلى كل من يشاهدنا أهلا بكم في حلقة جديدة تأتيكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من ظهيرة الجمعة سكينتها وهدؤها تأتي من لقانا بكم أهلا بكم موسيقى المجتمع العراقي كان رائد بين المجتمعات العربية فقرتنا الأولى بين الأمس واليوم هناك العديد من التغييرات التي طرأت على المجتمع العراقي تتعلق بجوانب عدة سواء في السلوكيات بملبس وانسحبة على أشياء كثيرة إضاءة في تقرير لمراصلنا عمال السعد للبصرة أما العطور كانت فواحة بأنواعها الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى نظافة الحذاء لشكل خمسين موسيقى وفي فقرة أحباب الروح نتعرف على المشاكل التي تحدث بين المدرسين وبين الطلبة والسلوكيات الخاطئة عند بعض الطلبة موسيقى موسيقى أهلا بكم اليوم طبعا عدنا فقرة لإعادة فظارة اليدين طبعا أكو مشكلة دائمة للناس تواجهها إنو اليدين ما يهتموا بيهم فقرة حواء تعرفنا دكتوريا صاصية تجميل لغد القيسي على أحدث الطرق للحفاظ ومعانجة اليدين ويعادة الشباب لهما ضمن علاجات التجميل يعني نحس أنه حتى كأنه المرأة يعني أكبر من عمرها الحقيقي نلاحظ اليدين بس مثلا نشوف وجهها لا نشوف وجهها مرتاحا مهتمة بي ولا كأنه موسيقى 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 سلامات اليوم نقولها يمثل الكبير والقدير يوسف العاني الذي يعاني من عارض صحي نأمل له الشفاء العاجل موسيقى 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 فقرة غداء الروح اليوم تذهب بالكامل إلى أغاني عبد الحليم حافظ بصوت آدم أمير وأكيد من يتولى القيادة هو الفنان المبدع فراث قدوري موسيقى 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 أولى فقراتنا هي بين الأمس واليوم حيث شهد مجتمعنا العراقي الكثير من التغييرات الاجتماعية والسلوكية اللي أصبحت آثارها واضحة وخاصة لمنعاش فترات زمنية مختلفة فكان شاهد على هذا التغيير اللي شمل مجالات كثيرة يعني بدءا من النظافة التعامل الملبس الأناقة طريقة الكلام المفردات اليومية اللي أصبحت سارية في مجتمعنا اللي كان يتباهى بأحلى الكلام والمفردة يا ترى من يتحمل ما وصل إليه مجتمعنا من حال وما هي الأسباب اللي قادته إلى هذا التغيير البعض يقول عنه سلبي إضاءة في تقرير مراسلنا عمار السعد من البصرة المجتمع العراقي كان رائد بين المجتمعات العربية بالكثير من الأمور فكانت الأناقة هي ميزة كل رجل وامرأة عراقية والناس كانت حريصة على التناسق في ملابسها بين اللون ونوع الملابس والتنسيق كان جميل بالربطة والقاط والقميص أما العطور كانت فواحة بأنواعها الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى نظافة الحذاء لشكل 50% أما اليوم فقلبة الأمور وحسن على عقد وليش ما ندري يعني مثلاً نتصير وقت حفلات كذا تشوف أنه الشاب دائماً يهتم الإناقة الكذا اللبس حتى الكلامة يعني نعم أي اليوم اليوم لا شو شو أشوف أنه تراجع باللبس كثير نعم يعني الشاب ما قام يهتم اللبسه يعني مثلاً تقدر تقول رايح للمناسبة حتى ذا خطوبة تشوفها لابس لنعال ورايح تكرم مو بشكل وهي هاي خطوبة يعني فهذا مناسبة حلوة نعم يعني بالأول تشوف لا إذا واحد مثلاً يريد يروح للخطوبة تشوفها متكامل زين شعره وجهه بدلته كذا متكامل حسلاً تشوف الشاب يروح لخطوبة لابس له مثلاً نعال وقميص يعني يمكن بعض حيان شو حتى ونتي ما ظهر به صح هذا فرق كثير برأيك ليش الله فالظروف اللي قاعدة تمر بي يعني جاي يجون حسا الشواب أغلبيتهم ينجون يشترهم عندنا مو ذاك الذوق اللي تطمح به يعني ما يجون يريدون الحاجة يريدونها لبالهم نعم نحن نلبسهم نحن نختار لهم اللون نحن نختار لهم الذوق نعم نحن نساعدهم يعني بالأذوق نلبسه نختار لألوان نختار للموديلات نختار لديزاين الجديد الموديلات النازلة الجديدة نشير طرحة جديدة جاية النظافة في بلدنا كارثة الكوارث ما أدري ونلعب بالناس اللي كانوا قبلة بالنظافة سواء كانت شخصية أو عامة لو بالجهات الحكومية البلدية أذكر بيوتنا شلون كانت واجهاتها نظيفة وشلون أمهاتنا كانت تحسنا على المظافة وشلون نعاقب إذا إجينا وبحذائنا شوي طين حس المواطن صار يزبل ويتفاخر بهذا الشيء أنا باعتقادي أنظف اليوم المواطن بالسابق أنظف من أس لأنه الناس قبل تحس أنه يقول لك أنا مواطن وهذا بلدي ويجب أن يكون أنا حريص عليه فالأزبال تكرم ما تذهب إلا في المكان المخصص وعلبة البيبسي أيضا ما كانتك قواطي ما قواطي كان أبطال ولكن ما يجي يذب البطل على هذا حتما لو رجع له بلدكان أو يحطه في مكان آخر مخصص ما يخليه يأذي الناس أو يذبه بالشارع على السيارة يطيع على بشار يطيع على كذلك فأكونات كانت حتها حس يعني حريصة على بلدها حريصة على يقول لك أنا لأنه يخاف أنه ينتقد من الناس الآخرين مثلاً يا أخي يمشي بالشارع ويبصق يمشي بالشارع ويذب قوطية البيبسي أو المحل يذب بزباله بباب جاره وبباب المحل فهذه لازم نتابح الأمور سواء من الدولة أو من داخل شعور المواطن أصبحت مفردات جديدة شائعة وداولها المواطن العراقي وراحت مفردات لو سمحت عفواً آسف اسمح لي بعد أن كان العراقي هو صاحب أحلى مفردة وأحلى قلم وأحلى تعبير هواي يكون صلاحات جديدة جاين أسمعهم يعني مثل خالي بدال لو سمحت مثل أو طريقة حلوة اللي عندنا أقلب دقومهم مو علينة خلي ولن يعني هواي يكون كلمات جديدة أحلى الدبا يعني هواي يكون صلاحات جديدة شو رأيكم هاي المفردات لا هيكيد مو حلوة ملائقة يعني بالتعامل خاصة يعني كتعامل الشباب المفروض يكون ذواق هذا أني ما أهلن كل واقع يعني بعيد عن المجتمع يعني إحنا ذنن شغلات متخلفة وبتكون متكررة يعني وما لها صحة يعني وقبل شو عشان كان بالعكس على الطيبة وعلى الفطرة وأكو تعاون وأكو يعني دلل لك بدون هاي المصطلحات خاصة هاي الأجيال هسا الحديثة يعني بدت تلفظ الفوض يعني أكثر من حد السوق المقرر إلى وهي دقومهين واتركها يسوالي وخاصة يعني عبرت الإنسان بلت حتى على الساتوتات وعلى السيارات ها اتركني مخطوبة وألفات كل شيء يعني يعني موما شعب عمر ثقافته ثلاثة سنة قبل التاريخ وعلى حضارته مفردات موجودة بالسوق السيارة يعني هان من البغداد موجودة بالبصراء القاب بغداد القاب كل المناطق وسهي مفردات محلوة يعني الله رجائتنا محلوة يعني مثلا احنا قبل شنة نستخدم مثلا من رخصك بلزها معليك يعني رحم الله والديك يعني سمع عرفوا الدبو دقومهين اشتركوا في القناة شكرا عمار الساعد على طرح هذا الموضوع وحقيقة موضوع عميق ومتشعب هذه لمحة سريعة لكن السياء واضح خاصة من العاشة وفترة زمان جميل يسمون زمن الشياك في كل شيء ولكن نتيجة للظروف كما هو معروف اللي مر بها العراق صارت هذه التغيرات يعني التغيرات اللي طلقت على كل شيء يعني احنا هنا كان تركيز على المفردات والمفردات اليوم هذه المرفوضة من قبل الجميع وللأسف تعمقها الأغنيات العراقية الحديثة والتحدثنا في موضوع يعني مطول عنها في الحلقات السابقة طيب نذهب إلى فقرة أحباب الروح وناقش مسألة أخرى هي مسألة المشاكل بين الطلبة وبين المدرسين والسلوكيات الخاطئ لدى بعض الطلبة دون شك أنه للأهل دور أساسي في توجيه الطلبة والتأثير بهم مراقبتهم التعاون مع المدرسة والمدرسين وهذا التعاون الإيجابي أكيد إلى دور كبير ومهم في تطوير مهارات الأطفال الاستمرارية وتحقيق النجاح بداية أرحب بالدكتورة مونة يونس بحري أستاذ متمرس كلية إبن رشد جامعة بغداد ستكون معنا حتى نناقش هذا الموضوع أهلا وسهلا بيش دكتورة مونة شكرا شكرا رقية شكرا على استضافتي في هذا البرنامج الرائع الواسع الانتشار اللي أنا كنت متابعي باستمرار ومنتظام واليوم أنا مشاركة بي والحمد لله شرفني وجودك اليوم خاصة أن المتابعات الحضرتك واليوم هذه أول مرة نلتقي على الهواء وإن شاء الله ما تكون الأخيرة رح نتابع وياش دكتورة التقرير وبعد ذلك سيكون لنا حديث يواجه الأطفال صعوبة في التركيز بالمدرسة وأثناء اليوم الدراسي وذلك لمجموعة من الأسباب المتنوعة فهناك مثلا أطفال لا يستطيعون التركيز في المدرسة بسبب الحركة الكثيرة داخل الفصل والعدد الكبير من الأطفال المجتمعين داخل الفصل الدراسي الواحد إلى جانب بعض العوامل الأخرى وأحيانا قد يكون عدم التركيز عند الأطفال راجعا لأسباب طبية اللاقي صعوبة بتدريس الجيل الجديد من مواليد الألفين في السابق كان يجينا الطالب من أسرة أمية أمه وأب أميين بحيث أنه ما يعرف يمسك القلم ما شايف قرطاسية بحياته وكنا نعلمه بأسهل بهواية من هذا الجيل الجديد ليش الطالب كان يجي يحترم المعلم يركز ينتبه بالوقت الحاضر نشوف الطالب تركيزه معدوم بالصف صعوبة لما نجذبه 15 دقائق للدرس يتلفظ ألفاظ موزينة عنده كذب إهمال بالنظافة ما نقول كل الطلاب لا أكو أسر تهتم بأطفالها وتتابعهم وتهتم بنظافتهم بس أكو أطفالي هواية نعاني من عندهم نوصي مثل طالب أكو أكثر لأسبوعين أوصي على قص أضافرة ويجيني ما قاصل يعد تشتت الانتباه من العوامل الرئيسية المؤدية إلى عدم تحقيق تفاعل الطفل مع البيئة المحيطة وبخاصة البيئة الصفية حيث يقلل من فرص حصول الطفل على التعليم بفعليته وقد تصدر عن الطفل أضماط سلوكية غير مناسبة تؤدي إلى تشتت انتباه زملائه في الصف وحتى معلميه الذين يجدون صعوبة في إدارة الحصة الدراسية جراء تلك السلوكيات التي تصدر عن الطفل أغلب الطلاب الدرجات المزينة هم الطلاب اللي هما للأسف خارج الصف تلقيهم حركين تلقيهم ملتهين تلقيهم للأسف رايحين وخصوصا طلاب هالوقت اللي اللاحظة ملتهين بالستلايت ملتهين بالموبايلات ملتهين يلعب بلاي ستيشين يروح يلعب بالمحلات اللي فاتحة العاب ما شاء الله أشكال اللي هو عدنا للأسف الأب حائر كيف يوفر له الإبنة حتى ما يفكر هو دي اللي هي عن الدرس احنا فترة الدراستنا هي ثمانة دشهر من العاشر إلى الخامس يعني اللي نريده من الآباء واللي أرجوه من عدهم من خلال قناتكم أنه يتعاونون ويانا ليش هذا المستوى لما أسأل أبو يقول صوش المعلمة المعلمة احنا كنا دانجم كارسين وقتنا خلال هالكم ساعة اللي نقضيها بالمدرسة احنا جاي من أجل أن نخدم الطلاب وأنا دا أدرس سواء أدرس لينجح ولا ليرسب أنا دا ألقي المحاضرة ودا أتعب نفس التعب عليهم بس للأسف هو الطالب الجيد ويايا والدليل من أسأل سؤال أول واحد يرفع إيده ويجاوبني ليش لأنه هو مبين متابعي أهله بالبيت فالطالب لاحظ اللي أهله متابعي ويسألون وأكثرهم الشطار أهلهم يجون يسألون عنهم يجون يناقشونها بدرجتهم لما تنزل عن المية عن التسعين وهذا أكيد ليش نتيجة هذا الطالب لأنه أهله تعبانين عليه لأن أهله على طول دا يتابعوا بينما الطالب اللي أهله للأسف هاملين وما يسألون به واللي ملتهي حافظ لي أغاني دا تطلع هذا العصر مع الأسف تلقيه بالساحة يدوق على الرحلة بالفرصة ويغني زي أن أنت من تقدر تحفظ أغنية وتقدر تحفظ لحنها وإيقاعها بالضبط ليش ما تقدر تحفظ درس قانون بسيط بالدرس ما تعرف تكتبه ويدوق أنه يكتب هذا القانون ليش؟ لأن عقله مركز للأسف ويهاي الشغلة مركز بالأغاني ومركز باللعب ومركز أن يطلع من البيت ويقض الوقت له الأم من يرجع ابنها ورمت وكلها وتطيغها دا وتحافظ على أمورها المهمة هم تحافظ على هذا الدرس تقول له يا ابني فوت على دروسك وقعد يمه مو أنطي وقل ما حضرت إي ماما طبعا أكيد هو ما قرأ يريد يخلص حتى يطلع يلعب يتطلب علاج تشتت الانتباه وضع خطة تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تؤدي إلى تلك المشكلة وتتم المعالجة بطريقة فردية عن طريق الإرشاد الفردي أو من خلال الإرشاد الجمعي عن طريق برامج تعديل السلوك ومن الأسباب التي تؤدي إلى التشتت متابعة الأطفال للقنوات الفضائية والألعاب الإلكترونية التي تحدث تغييرا سلبيا في سلوكيات الأطفال علينا أن نضع الحلول اللازمة من أجل الوصول إلى بعض المسوغات العمل للمستقبل ومنها أن تكون هناك تعاون بين الآباء والمقصود لهم أو أولياء الأمور مع دارات المدارس لغرض وضع الحلول اللازمة بغية احتواء هؤلاء وإحاطتهم بالعلم والمعرفة والموجهات من أجل احتضانهم وعدم ركونهم إلى بعض الأفعال والألعاب التي على مستوى الشارع العام مما يسبب إلى القلة في نمو العقل والتطور في الذكاء ودائما فإن للأهل دورا أساسيا في توجيه الطلبة والتأثير فيهم من حيث مراقبتهم والتعاون مع المدرسة والمدرسين حيث إن هذا التعاون الإيجابي يسهم في تطوير مهارات الأطفال والاستمرارية وتحقيق النجاح إذن دكتورة مونا شاهدت تقرير سوية وشوفنا شون أنه بعض المدرسات يتكلمون نقولها بالعامية بحرقة لأنه من كثر معاناتهم مع بعض الطلبة في الماضي ممكن أن نشوف طفل واحد أو طفلين هم اللي نقول عليهم موكيحين بالصف ولكن الآن يبدو هناك العدد يزاد فإحنا دائما نأكد أنه التعاون بين المدرسة والأهل هو اللي رح يكون مثمر وهو يجيب نتيجة ولكن للأسف ما زال هذا الدور غائب أو أن الأسر تغفل عنها تغفل عنها وبالتالي تؤدي إلى مشاكل اليوم أتمنى أن الخطاب يكون موجه للأهل بالدرجة الأولى وتعطيهم مفاتيح لكيفية أنه يتعاملون أو يوجهون أطفالهم حتى يكون يومهم الدراسي يوم هادئ وممكن أنهم يمشون بشكل طبيعي في المدرسة بدون مشاكل بالحقيقة من الضروري جدا أن يكون هناك سبل للتواصل لتشجيع مشاركة الأهل مع المعلمين في المدرسة هذه السبل الكثيرة منها الزيارات البيتية من قبل بعض المعلمات إذا كان البيت قريب للأهل وأيضا المراسلات الخطية والمراسلات الشفوية ممكن عن طريق الهاتف وأيضا عن طريق الاجتماعات والحوارات والنقاش وإقامة المعارضة التي يحضر إلها الأهل حتى تكون مجال لتبادل الأحاديث حول مشكلات الأطفال المدرسية والسلوكية بصورة عامة يعني أنا بالحقيقة دعكي لك بالنسبة لمثل هذه المشكلات لدى الأطفال عدم الانتباه اللي بكرتي ويعني الطفل المهمل وعقله مبراسه وميهتن بواجباته يعني أنا أشوف من دراساتي ومن خبراتي الطويلة طبعا في هذا المجال يعني أنه من الضروري أن يكون هناك دور فعال للطالب أنا ألاحظ أن مثل هذه الفئة من الأطفال هي فئة مهمشة الطفل لا يقوم بدور فعال في المدرسة في الصف ينحى عن المشاركة الصفية الطفل أحيانا يكون منبوذ من قبل الآخرين داخل الصف وخارجه في الساحة أيضا نشوف المعلمة مشجعة على المشاركة في الدرس نشوفين ممارسات مارس مثل هذه الفئة المهمشة من الأطفال دورها تجاه بيئة المدرسة يعني دور سلبي يعني يؤذي البيئة المدرسية ونشوف يؤذي النباتات الموجودة مثلا يؤذي الممتلكات يعبث بيها للممتلكات الموجودة في المدرسة ما إلى دور فعال فأنا أشوف أنه من الضروري جدا أنه المدرسة تتعاون مع الأهل في أعداد برنامج إرشادي أنا أسميته يعني أنا هكذا ابتكرت التسمية الإرشاد بالقيم يعني مثلا ناخذ قيمة تحضير الواجبات المدرسية مثلا قيمة الواجب مثلا قيمة الاهتمام بالدرس مثلا هذا من الضروري أنه يكون هناك وعي لدى الطفل نفسه ولدى الأمور بوجه العام بخصوص هذه القضية وعي بأهميته والطفل يعني أيضا نشوفه يشجع على وجود رغبة ودافعية بخصوص يعني تحضير هذه الواجبات ويشجع على الممارسة الفعلية لهذا التحضير يعني بإرشاد وتوجيه من قبل أهله وإشراف ومتابعة من قبلهم ويعني لازم يكون إلى دور تدريم ديش لأن الطفل يجب أن يحقق ذاته يعني الدور الفعال للطفل يخليه يشوف نفسه بشكل إيجابي يشوف نفسه شخص مرغوب من قبل الآخرين وتكيفه يكون أفضل وشخصيته تكون أقوى وفقته بنفسه تزداد وقدرته على اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص دراسته أيضا تزداد يشوف نفسه بعين أخرى ويشوف نفسه إنسان نافع ومفيد وممكن أن يعني يؤدي كذا دكتورة مونة احنا غالبا احنا غالبا احنا غالبا ما نميل إلى تأنيب الطفل هذا يعني من ننتبع خطوات علاجية أو نفهمها بالكامل ولكن التأنيب يكون من قبل المدرسة التأنيب يكون من قبل البيت واني أصفة بس أكو إذا عاجب الصوت بحيث ما دا أقدر أتواصل إيجابي بشكل صحيح فأرجو أنه تساعدوني في هذا الازدعيم فهناك يقع تحته هو يعني دائما مؤنب معاقب فهذا الإهمال وهذا التجاوز عليه في نصف يوم الأول اللي هو في المدرسة والنصف الثاني هو في البيت رح يوقع عمام مشكلة نفسية كبيرة يعني ما هو المانع في أنه لو تكون هناك حصة مثل ما قلت حضرتك يعني نوعين صحيح نتكلموا إياه حصة في المدارس يعني ما ممكن أنه يمكن أن نقترح يتقتراح ممكن شوفي هي البداية تكون من خلال وسائل ووسائط التعلم اللي يحبها الطفل واللي يستطيع أن يتعلم من خلالها ويكون راغب فيها اللي هي تعتمد على الحركة والنشاط واللعب والمحببة إلى نفسه يعني ممكن الاستفادة منها نشوف يعني ممكن أيضا استفادة من أدب الأطفال القصص مثلا ثقافة الطفل مسرح الأطفال مسرح الدمى مثلا سينما الأطفال مكتبة الطفل ممكن أن تسعب في هذا البجال يعني حتى رغب الطفل في تحضير واجباته من خلال قنوات محببة إلى نفسه ويتفاعل معها لأن هو يعني دائما هذه الأمور رؤية يعني مثلا الصور والنماذج الحسنة والإيجابية تخليه يأخذ أو يستدخل المفاهيم العلمية المعرفية مثلا الإتجاهات القيم التطبيقات العملية من خلال هذه الوسائط المحببة إلى نفسه يعني هي المشكلة بالحقيقة يحتاج لها إلى جهد كبير يحتاج إلى تضافر جهود كثيرة يعني ليست بالأمر السهل خاصة في بيتل هذه الظروف يعني أنا مرات أتكلم مع بعض الأمهات بهذا الخصوص يقولوا تعالي شوفي الليل ماننا كيف هو شوفينا تريدين من عندنا إحنا نتابع دروس أولادنا وواجباتهم وتحبيرهم خلي شوفي إيشتنا شوفي وضعنا خلال الليل نسمع أصوات الهاوانات والصواريخ أحيانا بس هذا ممكن يكون سبب في إهمال الطفل لأنه إذا الكبير إحنا واقعين كنا تحت تشويش كبير فإذا حتى الكبير هو مربك أمام هذه الظروف فكيف بالصغير يعني المفروض المسألة تكون هناك مضاعفة يعني الحرص يكون عليه مضاعف النصح والإرشاد يعني شو تقولين دكتورا؟ نعم بالتأكيد لكن الإرشاد ليس بالضرورة أهم أن يكون من قبل مرشد متخصص في الإرشاد النفسي أو التربوي أو الاجتماعي وإنما المعلم نفسه هو اللي يقوم بدور المرشد الآباء أيضا يقومون بدور الإرشاد يعني إحنا في مثل هذه الظروف يجب أن نعاون المدرسة بهذا الخصوص حتى الطفل يعني يكون أكثر قدرة على تحطير واجباته يعني القضية مثل ما متشابكة بالحقيقة متشابكة ولا كيف تحتاجه صحيح لعبه الجهود صحيح أشكرش دكتورة مونة يونس البحري وأستاذ متمرس كولية إبررشد جامعة بغداد على هذه المداخلة القيمة وبالتالي دائما نحن نأكد على هذه الحلقة الوثيقة والمهمة جدا أن تكون متواصلة بين الأهل وبين المدرسين وبين الإدارة المدرسة يعني حرصا على أطفالنا وأيضا أن تجنب الكثير من المشاكل وأشرت حضرتك إلى نقاط مهمة أن المسألة متعبة وتأخذ وقت لكن يعني بالتعاون وبالتواصل تجي ثمارها إن شاء الله شكرا على رغي على هذه الاستضاثة وإن شاء الله يكون هناك شيء ما بفائدة للمتلقي شكرا جزيلا إيت نذكر بعناوين الظاهرة بين الأمس واليوم هناك العديد من التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي تتعلق بجوانب عدة وبسلوكيات كثيرة كانت هناك إضاءة في تقرير عمار الساعدين وبصلة على هذا الموضوع والتنسيق كان جميل بالربطة والقاط والقميص أما العطور كانت فواحة في أنواع فقرة أحباب الروح تعرفنا على المشاكل التي تعرض لها أو يتحدث بين المدرسين وبين الطلبة والسلوكيات الخاطئة عند الطلبة والتي تؤدي للتالي إلى توتر العلاقة بين المدرسة وبين الطلبة ومثلما أكدت لنا الدكتورة مونة على ضرورة إدامة الصلة بين الأهل وبين المدرسين فقرة حواة وعرفنا الدكتورة رغدا القيسي على أحداث الطرق في الحفاظ على الحفاظ ومعاجدة اليدين وإعادة الشباب لهما ضمن علاجات التجميل بها مثل الوجه لذلك نشوفوا بعض النساء سلامات اليوم نقولها للمثل القدير يوسف العاني الذي يعاني من عارض صحي ونأمل له الشفاء العاجل فقرة غذاء الروح مع الفنان مبدع كفرات قدوري تذهب اليوم إلى غاني عبد الحليم حافظ بصوت آدم حليم ترجمة نانسي قنقر الفنان الكبير والقدير يوسف العاني المقيم في عمان ألزمه الأطباء بالبقاء فترة دون حراك بعد كسر كاحل قدمي الأيسر وهو الآن راقد فيه سريرة فكان لابد أنه نتطمن عليه ونجي هذا الاتصال هو يعني معنا على الخط ألو 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 السلام عليكم أستاذ أهلا عيني أهلا أهلا بسترقية جمعة مباركة وحمد الله على السلامة أريد أن نتطمن على صحتك الله سلمي شكرا جزيلا أهلا عايز صير وايض صير هالمسائل ما أقول إحنا نقول قدر نزح لك أي فالقدر اللي نزح لك هذا الزحلقة ثاني شون صحتك هسا؟ والله يعني تعرفين هذا الكسر ياخد وقت صحيح يعني مدة طويلة بس يعني من حسن الحظ أنه الألم خف خف الحمد الله يعني بالبداية كان ألم مؤذي يعني صعب جدا الحمد الله الآن الصعوبة عندي هي ندرة الحركة موقلة حركة صعبة عليها لأنني ما أقدر أضغط على ردة اليسرة صحيح يعني أشعر بألم الله يساعدك بس يعني أنا بديت حالات أكون كل شي مطيع مطيع الطبيب هواية ويعني يعني ما أشاكس ما أشعر الحمد لله السلام عليك يعني صعبة القضية نعفو يعني أنت شونكم يابا إحنا زينين والله مش تاقيلك كم مرة وعدتني تجي وتكون ضايفي بس مدى تصير والآن وهذا الكسر أكيد رح تتأخر شوية لا هي على كل أني يعني بعد كم يوم يسير الأسبوع الرابع وهي حسب ما قيل لي أنه المدة ما تتجاوز ستة أسابيع أقدر أمشي يعني أقدر أمشي بشكل يعني بدون مبالغة به وهي مشكلة يعني من واحد يلاقيني بالشارع يقول لي شونك أستاذ يوسف فأقول لي والله ده عمشي زين ها يعني أنه هاي يعني اللي يمشي زين يعني هو بقحت زينها وعقلهم زين فهذا داع تبر الوقت الآن دينة وقت ضائع حرام يعني موقتنا وإحنا نشبوقنا بالدنيا يعني على الأقل نستفيد فتبع حاول أمري بالقراءة بها الأشياء هو هذا كان سؤالي إنو أنت شوندت وإن شاء الله أنا ما زلت على موعدي وإياكم وفي برنامجة أنت بالذات لأن أنت عزيزة علي وقيمة كبيرة والله يخليك تسلم لي تسلم لي شكرا جزيلا زين شوندت تستثمر وقتك يعني شنو نشاطاتك اليوم بمعنو هي شوية بسبب ما أصابك أنه أنا الحقيقة أقول إش بس أنا بهذه القعدة أخصرت مسألة مهمة لأن إحنا جماعة الثلاثة هنا مجموعة مثقفين عراقيين كل ثلاثة نلتقي وكل ثلاثة يقدم واحد من عزنا حديثا أقرب إلى المحاضر بين المحاضر وبين الحديث تتعلق باختصاصه وتتعلق بإمكاناتها الثقافية فأني هاي الأسابيع اللي سرح أصير راح أخلص ثلاثة سابيع يعني ما أحضرت ولا لقاء ومع ذلك هما الأخوان هناك هيؤولي يعني الحديث طبعوا لي وجابوا لي أهناد أقراه وأعني هم هي أدت أحاديث إن شاء الله في أول فرصة المفروض هي ستة سابيع أقدر أنشئاني أيضا أستمر بهذا النشاط ونحاول أن نقدم أكثر الأكثر والأفضل كما يقولون إن شاء الله بمن تلتقي شكرا لكم على هذا الاعتمام لا بالعكس هذا محبة محبة شخصك لشخصك الكريم ويوسف يحبه وكل الأخوة وكل الزملاء في الإذاعة والتلفزيون والسينما أشكرهم أنا أشكرهم هم يعني أولادي وأخواني وكنا بهذا الطريق البناء وأني فعلاً أنا أثني على الشرقية بما تقدم من أعمال مهمة وإنسانية بالذات وهذا فخر إنا جميعاً شكراً شكراً إليك بالذات شكراً لك أنت يعني ما عبدأ حسك أنه أنت تريد تروح بسرعة وأني دارد أبقيك شوي لا لا بالعكس لا 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 أنا ما عندي شي قاعد على السكني وما أدري وما أدري اللي ليجل دام وعشي طيب تحدثت عن هذا النشاط كل يوم ثلاثاء ممكن تطينا فكرة أكثر بمن تلتقي ما هي الأشياء اللي يتم طرحها شنو اللي أنت راح تقدم إن شاء الله لا مؤاني يعني هس تقريباً منصب على الكتابة يعني فدر اللي قبل فترة قصيرة وإن شاء الله أبعث لكم نسخ كتابي الخمسة وعشرين تسلسل الكتاب خمسة وعشرين وهو شخصيات وذكريات المجموعة الثانية هذا الكتاب صدر هنانا وفي بيروت وأعتقد يوصلكم طبعاً إن شاء الله وقبل صدر كتاب أيضاً أساطير الحكايات أيضاً مجموعة غريبة التي هي حكايات أو قصص أحنا نسميها بالعلاق أختي تشذب غسية كلها وقعت حدثت يعني نعم فالطريقة لطيفة أنها تجمع بين الحكاية المروية وكيف تتحول هذه الحكاية لأن تكون دراما وحاط أمثلة بها وعندي أيضاً بعض الموابع الداعية أو ميئة أسمتها وأعتقد هذا أهم شيء وإذا قدر لي وعرض علي عمل أشوف نفسي جدير بي أولاً ويتناسب معي يعني معي أقول مع عمري أولاً ومع وجودي يعني كفنان معروف بما قدمت أشتغل أمثل يعني أمثل أنت وجودك في أي عمل هو قيمة يعني أنت قيمة فوجودك في أي عمل أكيد مرحب بي فإذا هذه دعوة لكل من يسمع وريد أنه عمل يكون يعني اسمك كافي بالعمل اسمك كافي بالعمل أي بس أي صح صح بس إنه لازم يكون يتلاءم معي آني يعني نعم أكيد من الإمكانات وما قدمت ومو ليس من السائل أنا أطلع بعمل وبدور أه ما يتناسبوية هل أمر هذا طويل يعني أنا إسه أمري المسرحي صار تسعة وستين سنة ما شاء الله يعني أنا وقفت على المسرح يوم أربعة وعشرين شباب سنة ألف وتسعمية وأربعة واربعين فهذا عمر تاريخ يعني أتمنى دائما وأصر على أن يبقى هذا العمر وناصق ومشرق ومفيد للناس وممتق في نفس الوقت أي بعض أني تسئلك أه لا مار أنت كريم وياي أجلون فأني شلو راح أعوف الظاهرة وأجيك شو تقول أجيك أحس في تقصير اتجاهك بس الحمد لله بيناتنا التليفون هو اللي يطمني عليك وأظل أنتظر جيتك بفارغ الصبر لظاهرة يعني بقي أن أعتذ بيت وأفخر وأجاهر يعني بهذا الرأي شكراً جزيلاً شكراً لك الصحة والعمر إن شاء الله دائماً نسمع عن كل الأشياء حلوة من عندك ومع أحلاها روحك هاي أتمنى أن نأخذ من عندها شكراً 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 يوصل إن شاء الله شكراً جزيلاً إليك شكراً جزيلاً إليك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أعفاً مع خصائية تجميل رغد القيسي في زيارة دورية المركزها في دبي ماوي هي دائما في كل مرة نتناول موضوع معين فمواضيع كثيرة حقيقة جعلها طلبات ومنها اليد كيف الحفاظ على اليد أن تكون جميلة وناعمة وخالية من بقع الشيخوخة حتى في مرحلة متقدمة من العمر والأيدي طبعا مثل الوجه في تعرض دائما لعوامل الطقس والدكتورة رغد القيسي اليوم في هذه الفقرة تعرفنا على بعض العلاجات لليد عن طريق الحقن نشاهد معا وهذه استجابة للطلبات الكثيرة وصلتنا من السيدات أهلا بكم اليوم طبعا عندنا فقرة لإعادة نظارة اليدين طبعا هناك مشكلة دائما للناس يتواجهها أن اليدين لا يهتمون بها مثل الوجه لذلك نشاهد مع بعض النساء أن يكون وجههم متعتني بي ومرتب وكل شيء ولكن اليدين يكون البشرة لا يتهجافة أو العروق بارد نحس أنه حتى كأنه المرأة أكبر من عمرها الحقيقي نلاحظ اليدين بس مثلا نشوف وجهها لا نشوف وجهها مرتاح ومهتمة بي ولا كأنه طبعا الاهتمام باليدين يبتدي من الغسول ووقاء واقي الشمس نفس الاهتمام بالبشرة المال الوجه بالضبط طبعا اليوم ش رح نسوي رح نسوي طريقة نحاول نعيد بيها نظارة اليدين اللي يكون البشرة مالتهم تكون جافة أو علامات تقدموا العمر أو تكون العروق بارزة مثلا لما يزيد الوزن ويضعف الوزن وكذا فبهالطريقة هاي هنحاول أنه نعدل البشرة ونعيد النظارة لليدين ونخفي العروق البارزة طبعا الآن هنبتدي بالطريقة مالا العمل طبعا الآن هنبتدي بالأيدين نشوف نلاحظ أنه المنظر كيف طبعا وحسا طبعا نكملها ونسوي لها تصورة عم تبين كيف النتيجة طبعا نبتدي احنا نسوي مناطق اللي حندخل منعدها نسوي لها تخدير طبعا هي العملية ما فيها أي ألم إن شاء الله بس نسوي تخدير خفيف بس بالمناطق اللي حندخل منعدها طبعا طبعا الآن سوينا الفتحات الآن راح نبتدي ندخل المادة طبعا الآن سوينا الفتحات الآن راح نبتدي ندخل المادة طبعا هي المريضة ما تحس إن شاء الله بشي نبتدي نحقا جاء الله بشترين و بعدين نسجها بحيث طبعا هي المادة هاي أصلا همي إنه لونها أبيض فشوية تنطيق فتاحة للنواب الى الإيد من نفردها هل تريد مرة؟ هل تريد مرة؟ مرة؟ يضرب نجد مرة هل تريد مرة لهم؟ مرة لهم مرتبط مرة نحاول التعبئ بين العروق وفردها حتى نخفي ضغور العروق البارزة نفس الوقت على مول يشد الجلد طبعا هاي المادة ما نحطها يعني ورا فترا حتى البشرة تتحسنين هاي تحبس كولاجين يتكون بالمكان اللي يكون فيه فنحس حتى البشرة من بره تصير احسن موسيقى موسيقى طبعا خلصنا هاي هسا نشوف النتيجة اللي صارت طبعا احنا قعد المفروض نسوي لها شي ثاني انو بشرتها كل جافة طريقة ثانية نسوي ترقيب للجلد فهذه ببروسيجر ثاني نسوي ان شاء الله حلقة غير المهم طبعا هاي هي النتيجة طبعا احنا هاي الشي سوينا مثل ما قلنا انو اعادة نظارة لليد و بنفس الوقت ازالة العروق البارزة بالايد و طبعا هي ما شاء الله ايدها مليانة فمرعدة تسوي لاصابع ما تكون طعيفة و الجلد مكرمش كلش فمنخلي هاي المادة هاي نفرد المنطقة والايد تبين اكثر نظرة لانو مثل ما قلنا انو في بعض الحالات الايد تبين الانسان عباك اكبر من حقيقته طبعا من نطية العليمات ما تحتاج اي شي تسوي بالبيت بس مجرد ممكن انصحها انو تلبس شوية كفوف حتى لو تاخذ كفوف نايلون من السوبر ماركت او شي بتقطع الاصابع مالتا وتلبسه بس مثل الشي يشد على المكان فترة كم من يوم بس على مود لان حركة التقلص بالعضل بالايد ممكن في اول يومين ثلاثة يحرك المادة بس همين حتى لو تحركت بتجيني بسوي لها مساج وبعدلها طبعا ما اكو شي ممكن نسوي ممكن باتشر شوية تصبح متوره ماليد بس بعدين يروح ان شاء الله ما اكو شي بعض غيره وطبعا مثل ما قلنا انو المادة الدوم سنتين تحفز كولاجين زيادة بالمنطقة يصير ويعني ها هي الطريقة طريقة سهلة ما فيها اي ألم وبنفس الوقت طبعا يعني النتيجة الدوم سنتين والشي وفتش نعتبرها زين يعني انو واحد يرتاح من هالمشكلة هذي وان شاء الله يعني طبعا نريد نسألها شون حسيتي كلش طبيعي وما حسيتي بألم او شي بسيطة كماش وشون حاس النتيجة عجبتك لا كلش عجبتني اوكي الحمدلله وعني قبل سنتين هم سويت اوكي يلا الحمدلله طبعا هسه يعني خلصنا هالبروسيجور هاي والحمدلله مدامها مفرحانة بالنتيجة وان شاء الله نلتقيكم في موضوع ثاني بالحلقة القادمة موسيقى موسيقى يا ها يا مالك القلبي يا ها يا سرع الحبي يا ها يا مالك القلبي يا سرع الحبي أغدقوا لتقريك العربي أغدقوا لتقريك العربي مني إلى مني يا رب يا جبالك من قلبي يا حبيبة نعم وكان هالوين فلازم نكسرها شوية ومن يقول لا عبدالعليم اي فعلا لا احنا اكيد وعدلا الجمهور انه نسوي سلسلة من المطربين ولو انا يعني اعتدر اليوم ماكو القانون نخل ما شفتين شألت عنا مع الاسف يعني صارفت حادث بالقانون اضطريت انه ما اعزف اليوم فان شاء الله نعوضها بالحلقات نعم اي للاسف رحب بضيوفنا الكرام المبدأ صديقي امير آدم ورواد ورواد دائما ضيفنا يرافقنا بالإيقاع امير رشاد من سوريا مثل ما شفنا صوته قريب الى لون عبد الحليم واني يعني يعني عجبني انه نسوي هذا التنويع اللي وعدنا به الناس فبداية انه بدنا نهب يا مالك القلبي فراح نسمعكم اليوم ان شاء الله كثير منكم نعم ان شاء الله كنا سمع كل اغانية عبد الحليم خلوة كلها خصوصا بداية الخمسينات لانه تقلق من اول الخمسينات وأوج تقلقه كان في الخمسة والخمسين حين انتج اربع افلام مو من انتاجه بس اشترك في اربع افلام سينمائيين فهذه الفترة كانت بنسبة عبد الحليم كانت فترة جدا جدا مشرقة ومشمسة الى ان ما بده المرض يتصاعد عليه بالاسف لكن مثل ما قلتي انت ضل هو انسان عطاء ضل انسان متجدد لكن نظرة الحزن دائما كانت غالبة غالبة هي في فاتمنى اليوم امير يعني يطلعنا عن هذه النظرة الحزينة ويسمعنا شيء شاحب سمعنا انت اي تحب نعم هذا يا حبيبي زي الهواء وأم الهو يا حبيبي أم الهواء اليانامنى يا حبيبي زي الهواء وأم الهواء يا حبيبي وأم الهواء أم الهواء وحبتني من ايدي يا حبيبي وانشينا تحت الامر غنينا يا حبيبي واتحكينا وفعز الكلام ضع من الكلام وفعز الكلام ضع من الكلام واتريني طب ما اسك الهوى في ايدي يا حبيبي اه من الهوى يا حبيبي اه من الهوى طبعا حضاي الاغنية اخرش وورا ميت الوالد وورا ميت الوالد عبد الحليم عبد الحليم نحن اليوم بس مقاطع حتى انه اكثر نستمع الى اكثر معدد ممكن من عبد الحليم لما برز بالبداية طبعا اول اغنية غناها على المسرح المسكين الناس اعترضت عليه بشدة اللي هي كامل الاوصاف ليش لانه فعلا بدأ بلون مختلف جديد جدا يعني مقارنة مثلا خلينا نقارنها بالجيل الحالي جيل التسعينات تماما يختلف عن جيل الثمانينات لانه الاغنية بالثمانينات كان لها فيها ايضا فيها ثقل مدة الاغنية اطول مو فقط انه كوبلي ومذهب كوبلي ومذهب ومع السلامة لا اختلفت صارت اغنية سريعة فنفس الشيء اذا انقارنا بالفترة اللي اجا بيها عبد الحليم الاغنية خفيفة اختلفت تختلف عن الشيخ سلام احجازي تختلف عن سيد درويش صارت الاغنية اقل المدة السرعة ازيد اختلف فالناس متقبلتها بالبداية لكن اكيد بمثاظرته ومثاظرته الملاحنين طبعا اصلا نتكلم ايضا عن الملاحنين موسيقى 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 تبني علموك تسهر تبني علموك شوئ الحبايب علموك تسهر تبني 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 علموك شوئ الحبايب أعلموا تسهر سراني أعلموا شود الحقايا يا قلبي ليه ليه تدوني ليه دوّبوني سهروني دوّبوني سهروني دوّبوني سهروني العيون السور أهلي ليه خدوني كهن الأوساط خدني والعيون السور خدوني من هواهم روحت باني أهلي ليه أهلي أهلي بدأ بداية حدث عن علاقته بالملاحنين علاقته هو بداية علاقته بالملاحنين بدت مع راحل كمال الطويل لأنه كان طالب معه في معهد الموسيقى العربية دخله وسنة تقريباً 1943 تخرجوا بالملاحن في 1948 فكان مشوارهم فني جميل أيضاً مع زميلهم أيضاً بس مدرس وياهم محمد الموجي الموجي هم يعني كونوا بين عبد الحليم وكمال الطوحيل والموجي أجمل أغاني والتحق بهم بعد فترة بليخ حمدي بليخ حمدي طبعاً هي كانت أجمل أغانية اللي هي قال الهوى زي الهوى سواح أحاول تفتكرني كل الأغاني اللي نسمعها منك دائماً أمير أيضاً لازم ننطيحق الأمير شوية نتحدث عنه أمير أمير أنتج ألبوم أشي اسم الألبوم؟ أمر بحالو أمر بحالو أمر بحالو نزل الألبوم الحمد لله يعني أخذ صدى جميل أمر بحالو أمر بحالو فشوية نطلع عبد الحليم تسمعنا شي من أغانية ممكن؟ خلينا بعد عبد الحليم لا ما يدرى وجه ما يدرى وجه الألبوم لا بالعكس زين نخليها بعدين ولا تحق طب الأغنيات اللي غنيتها هي شبهة الأغنيات اللي غنيها عبد الحليم نفس الستايل لا أخذت أكتر من الستايل يعني عشر أغاني كان كل أغنية مختلفة تماما عن الثانية باللهجة وبالنمط أوكي بس أنا يعني الأستاذ كلمني عن عبد الحليموي فأنا عايش في المونة مرد مخرج عن المونة زين نسمع زي الهواء أو شو أي شي أنت شي عجبك؟ نعمل ميكس صغير أكتر من أغنية أوكي أوكي أكتر من عدم أوكي 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 يا جامل أسلم أنا معيون عليك سألوني يا ما باتلم علاقات الشوق اللي باعيوني يا جامل أسلم أنا معيون عليك سألوني يا ما باتلم وبخفلات سادة يوم للناس والتبار أوسف للناس الجنة وأنا في النار وبخفلات سادة يوم للناس والتبار أوسف للناس الجنة وأنا في النار قال عليا بيعنايا ارحم معك ساهم معك على الشوق اللي باعيوني يا جامل أسلم أنا معيون عليك سألوني يا ما باتلم على الشوق اللي باعيوني يا جامل أول مرة حد يا قلبي أول يوم أتهنه يا معلنا الحب يا رودي والهتهم للجنة أول مرة أول مرة مور مرة يفقق على ودف του؟ 謝 لنا ليه بقولوا الحب قاسيات؟ ليه بقولوا الشجن والدموع؟ أول حب أمر عليك قام له الدنيا فرح وشبوع؟ إفرح ويملع الدنيا أماني لنا وأنا انتهى العشاء تاني إفرح ويملع الدنيا أماني لنا وأنا انتهى العشاء تاني أول مرة أول مرة كافري ناكس ولا أماني؟ لا 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 كابل الماء كافري ناكس أريد أن نرى أول حب هذه قضية أول حب جميلة جميلة ومحرجة نتحدث أو عاجبك تغني؟ أنت شليحة أنت زي ما أنت عاجب خلي نتحدث شوي عن أعمال المهمة بصراحة يعني بالإضافة إلى أنه كانت عنده أغاني أغاني الحب كان اهتمام عنده كثير بالأغاني الوطنية يعني اهتم كثير خصوصا بالأحداث اللي صارت بمصر كانت إلى مشاركة جدا جدا قيمة يعني بصراحة ومؤثرة غنى للراحل جمال عبد الناصر أثر بصراحة يعني أغانية حتى لو نلاحظ أغانية بأي حدث يعني سياسي مثلا أو في غير بلد تنبث الأغاني لأنه فعلا أغانية مؤثرة بالإضافة إلى أنه كان عنده عدة سلسلة من الأغاني الدينية اللي أيضا أخذت صداها الواسع بالضبط هذا يرجع ضمن إطار اللي هو كان فيه طبعا أسمعت صال البارحة أسمعت لبعض الأغاني فعلا فعلا تحسين فيها حزن وتعبير من ملامح وإجهة يعني يمكن كثير من الناس ما تعرف عبد الحليم عمل بحياته واحد وستين عملية جراحية واحد وستين عملية جراحية تخيلي يعني جقد هالإنسان تحمل في سبيل هو كله سببه كان أنه يسبح في الترعة مع أطفال وإصابة بالهارزي المسكين وعمره صغير وثمانية واربعين سنة يعني وتوفى على كل مرد أن ندخل في إطار الحزن نتمنى نسمع من نكشي أنا يرى هو اللي تلكه يفرح هو اللي تلكه يفرح لاو يأثر كل الشباب كم سلم توفي هو من السبعة وسبعين توفي؟ السبعة وسبعين سبعين توفي ولا حد الآن بدليل أنه كل ما تسمع أغانينا تتحس بها ولا شو يا أمير؟ مزبوط التأكل مزبوط يعني يوميا منغني كل أغانينا طب بالتحت غنيت الأغنية كثير حلوة مقدمة أنا أنا لطلع عمري بسد كنا الصبر في المواويل وأنا أنا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل من كتر مكان الحب وكلنا وكل حلوة الدنيا في إيدنا لا 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 فكر زماني عن إيدنا لا 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 ولا أيام تقدر تبعدنا لا 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 تقدر أتاري كل دا أوهان سافي من جر وداعا خد في قلبي براحو دكي في بيه من الصبر والعيوم مرتاحو سافي من جر وداعا خد في قلبي براحو دكي في بيه من الصبر والعيوم مرتاح ولي نجيب الصبر يلا الله يداوينا الكعب الحب قبلنا يولينا وسافي من جر وداعا من جر وداعا من جر وداعا اوه حبيبي والله لسه حبيبي والله اوه حبيبي مهما تقسى حبيبي والله اوه حبيبي عمري من سه حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تقسى حبيبي والله حبيبي عمري من سه حبيبي ويبقى تفتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني لو ورعت فقاري مشينا مر فيها عدك لمكان ويبقى تفتكرني تفتكرني حاول حاول تفتكرني حاول حاول تفتكرني بلين عشنا ابدا مش هنسا على بني على بني يا حبيبي على بني أم وليلي يا حبيبي على بني الليل والحرود على بني بالفعل أجواء حلوة خليتونا اليوم بس احنا مضطرين يعني أنهي البرداج مضطرين وقتي اتهوا يا المشاهدي بس أمير اريد منك بالختام شي للك أي أغنية من ألبومك الجديد حتى تعرف الناس أيضا على أغانيك بس بعد ما خليه تختم نختم؟ نعم ما رح نختم بأغانيك وهو قل لك أنه هو ما يقدر يدري اليوم لا لا احنا نريد شيء مصر؟ مصرعان مصرع على عبد الحليم تريدني عبد الحليم؟ يابا عبد الحليم لا أمير أنت شي تقول عبد الحليم لو أحد ابنا غانيك عبد الحليم عبد الحليم باوع يابا عبد الحليم إذا مشاهدين هكذا كانت ظاهرتنا إن شاء الله ألتقيكم أو نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل بإذنه تعالى تقبلوا تحيات فريق العمل تحياتي رقية حسن وأجمل سلام من فراس سراي وشكر كبير لكل ضيوف الظاهرة موسيقى ولا بتهتاح ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلب وعم عمرة مشوفتي معايا فارح كل مر ترجع المشوار بجرح والنهاردة جايتي قولي انسى الأهار جايتي قولي يلا بينا يلا بينا الحب فاتما يلي وحدث منجله كاتب على طرف وجيله ميله وحدث منجله كاتب على طرف وجيله كاتب على طرف وجيله أو أمان أمانا يا دنيا أمانا تجدينا للفرحة أمانا وأمانا يا دنيا أمانا تجدينا للفرحة أمانا وكلي الحزن بعيدا عننا وكلي الحزن بعيدا عننا وكلي الحزن بعيدا عننا موسيقى موسيقى